سمو الأمير يفتتح غدا دورة الانعقاد البرلماني على وقع توجيهات السامية للسلطتين بتعزيز التعاون نحتشرف بإذن الله تعالى يوم غد باستقبال حضرة صاحب السمو الأمير البلاد حفظه الله ورعاه والغانم يأمل أن يكون دور العقاد المقبل مثمرا ويدعو للاستماع والأخذ بمضامين النطق السامي أن دولة الكويت كانت وما تزال في طليعة الدول الساعية إلى تحقيق الاستدامة من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر في السعودية سمو ولي العهد يؤكد دعم الكويت لمبادرات المملكة المشروعات صغيرة والمتوسطة تحصل على مليون متر مربع خصصها البلدي في الصبية تطبيق سهل يفوز بجائزة أفضل مبادرة مبادرة رقمية على مستوى الشرق الأوسط السودان يشتعل مجددا على واقع حل البرهان مجلسي السيادة والوزراء وسط تنديد أممي أهلا بكم في نشرة أخبار اي تي في العدالة تقدمها لكم زينب دشتي وأنا علي الموسى يفتتح سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد دورا لانعقاد العهدية الثاني للفصل التشرعي السادس عشر لمجلس الأمة وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم غد الثلاثاء بمبنى مجلس الأمة يأتي ذلك على وقع توجيهات سامية للسلطتين التشريعية والتنفيذية بتحقيق مزيد من الاستقرار السياسي وتهيئة الأجواء لتعزيز التعاون وفقا للثوابت الدستورية حيث يستهل المجلس دورا لانعقاد الجديد وفقا لجدول الأعمال بتفضل سمو الأمير بإلقاء النطق السامي وتليه كلمتا رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد هذا وأعرض رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن أمله وتمنياته بأن يكون دورا لانعقاد الثاني من الفصل التشريعية السادس عشر والمقرر ابتداؤه غدا مثمرا ودعا الغانم إلى الاستماع والأخذ بمضامين النطق السامي نحتشرف بإذن الله تعالى يوم غد باستقبال حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وسمو ولي أهده الأمين حفظه الله في افتتاح دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي السادس عشر وقد تم تأجيل موعد حفظ الافتتاح من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الحادية عشر صباحا يوم غد إن شاء الله متمنيا ومتأملا إن شاء الله أن يكون دورا لانعقاد مثمر دورا لانعقاد يختلف عن دورا لانعقاد الماضي وإن شاء الله نستمع بإنصات للنطق السامي وما سيكون في حفظ الاستقبال أو حفظ الافتتاح يوم غد إلى ذلك بدت الاستعدادات داخل أروقة مجلس الأمة على قدم وساق لاستقبال السمو وأمير البلاد في الجلسة الافتتاحية غدا خلال افتتاحه دورا العنقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر والتأم الجلسات البرلمانية مجددا وقد بدت أعمال التنظيف والترتيب وفرش السجاد وتنظيم المقاعد والاهتمام بكافة التفاصيل جلية عشية الجلسة الافتتاحية في ظل الأمال الكبيرة المعقودة على دورا الانعقاد المقبل من قبل الشارع الكويتي وفي موازات الاستعدادات التنظيمية عقد عدد من أعضاء مجلس الأمة اجتماعا تنسيقيا بدوان النائب فرز الدحاني الليلة الماضية تطرق خلاله النواب لتحديد أعضاء اللجان البرلمانية الدائمة والمؤقتة خلال دور الانعقاد المزمع وأشار بعض النواب عاقبة الاجتماع إلى أن التنسيق لم يخرج عن إطار اللجان البرلمانية والتي سيتم الافصاح عنها خلال جلسة المجلس الافتتاحية غدا هل نتجهيز إلى يوم الثلاثة للجان والأمانة السر هو جلسة الافتتاحية بس انتخاب أمين السر ومراقب المجلس واللجان الدائمة والمؤقتة كان الاجتماع هو تنسيقي صرف للجلسة الافتتاحية وهي عملية تنظيمية فلله الحمد أبشرك الأمور زينة إن شاء الله أن الأمور طيبة لكن أنا الاجتماع الذي تم الدعوة له الأخ فرز هو اجتماع لتنسيق اللجان وجلسة الافتتاح أبشركم أن الأمور في القادم بإذن الله أجمل وأجمل والوقت الحالي يريد الجميع يتسامع على أي أمر لمصلحة البلاد وأعتقد أن الكويت فوق الجميع وأن مصلحة الكويت هي التي تهمنا وأحنا أشخاص زائلون والكويت هي الباقية ومصلحة المواطنين ومصلحة البلاد هي التي تهمنا فأتمنى من الجميع أنهم يغلبون المصلحة العامة على المصلحة الشخصية جرت العادة دائماً أضاء مجلس الأمة في الكتلة البرلمانية تم التنسيق والاجتماع وتحديد كل حسب اختصاصه ورغبته في اللجان وهذا الاجتماع دائماً يتم قبل دور الانعقاد وهذا أمر معتاد وكل يكون هناك توافق بينه وبين الزملاء يحب أن يرغب في أي لجنة بناء على اختصاصه وبناء على رغبته يكون هناك توافق بإذن الله وإن شاء الله أنا متفائل بإذن الله أن اللجان البرلمانية بإذن الله ستكون بالتوافق وبالإجماع بدون هناك لا يكون هناك انتخابات في مجلس الأمة هذا ما ندعو له إن شاء الله يكون اتفاق بيننا وبين الأخوة حتى نتحد ونتعاضد وكل هذا في مصلحة الكويت إلى المملكة العربية السعودية التي شهدت أعمال قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر بحضور سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد سموه أكد أن قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر تأتي في ظروف استثنائية مضيفاً أن سمرار التغير المناخية قود للتعرض لسلسلة من الكوارث وأكد سموه أيضاً أن الكويت كانت ولا زالت في طليعة الدول الساعية إلى تحقيق لسدامة البشرية والبيئية مشدداً على أن البلاد لن تتخلى عن التزاماتها في هذا السياق وجدد سموه ولي العهد التأكيد على دعم الكويت لشقيقة الكبرى في مبادراتها البيئية تأتي قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر في ظروف استثنائية حيث تبرز حاجة العالم أجمع إلى خطط الاستدامة والاهتمام بالمناق والبيئة والاقتصاد فلم يعد يخفى على أحد أن استمرار التغيير المناخية غودنا إلى التعرض لسلسلة من الكوارث بما في ذلك حرائق القابات والفيضانات ودمار المحاصيل الزراعية والجفاف وشح المياه والجوع وانتشار الأمراض والأوبئة ولعل دعوة المملكة العربية السعودية الشقيقة لإطلاق هذه المبادرة نابع من دورها المحوري المسؤول في المنطقة والعالم أجمع لإرسال مفهوم الأمن الشامل إنسانياً واقتصادياً ومناخياً وبيئياً إن الدولة الكويت كانت وما تزال في طليعة الدول الساعية إلى تحقيق الاستدامة البشرية والبيئية وشريكاً دائماً لكل ما من شأنه تنسيق الجهود الأقليمية والدولية في مكافحة التغيير المناخي العالمي وإنها لا ولن تتخلى عن التزاماتها في هذه السياق ولها من الشواهد بالتوقيع والمصادقة على الاتفاقيات والبروتوكولات الأغلمية والدولية والمشاركة في المؤتمرات ضاد السلة كما سعت للمشاركة بإيجابية للتوصل إلى كل اتفاق يحفظ حقوق دول المنطقة في السير باتجاه تحقيق التنمية المستدامة تماشياً مع الاستراتيجيات والأولويات التنموية الوطنية لها في سياق مختلف أعلن الوكيل المساعد للتعليم العام في وزارة التربية أسامة السلطان عن البدء بالمقابلات الخاصة بالوظائف الإشرافية لفئة مدير مدرسة ومدير مساعد مدرسة وذلك اعتباراً من الأحاد المقبل وأكد السلطان أن المقابلات ستعقد في ثانوية صلاح الدين الكائنة بمنطقة الزهراء بالفترة المسائية من الساعة الخامسة مساء موضحاً أنه سيتم إصدار النشرة الخاصة بشروط شغل الوظائف الإشرافية المعلن عنها غداً وذلك طبقاً لاحتياجات المناطق التعليمية من الوظائف الإشرافية متمنياً التوفيق والنجاح لجميع المتقدمين والمرشحين أكد وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي سمرار سياسة الباب المفتوح التي تنتهجها الوزارة في جميع قطاعاتها لتدليل كافة المعويقات التي تواجه معاملات المواطنين وإجاد حلول مستمدة من القانون يمكن من خلالها التسهيل عليهم وإنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر وذلك خلال استقباله عدداً من المواطنين أصحاب الشكاوى والمعاملات من جهة أخرى استقبل العقيد دكتور عبد العزيز منصور الميل والعقيد دكتور أحمد عبد الله الحبيب من الإدارة العامة للتحقيقات كلاً على حدة وقدم له نسختين من رسالتين الدكتورة فيما أكد الوزير أهمية مواصلة التحصيل العلمي لمنتسبية داخلية بما يسهم في سقل قدراتهم العلمية والعملية ورفع مستوى الأداء الأمني في جميع قطاعات الوزارة وفق المجلس البلدي في أولى جلسته العادية بدور الانعقاد الرابع على تخصيص قطعة أرض بمساحة مليون متر في منطقة الصبية بصفة مؤقتة لصالح الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة نعم كما أقر المجلس إحالة كتاب توسعة الأرض المخصصة في ميناء مبارك الكبير إلى اللجنة الفنية للمزيد من المناقشة بالإضافة إلى حفظ اقتراح تسمية منطقة شمال غرب الاصلبخات في أولى جلسات المجلس البلدي العادية في دورة العقاد الرابع وافق المجلس على تخصيص أرض بمساحة مليون متر مربع في منطقة الصبية بصفة مؤقتة لصالح الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لاستقطاب العربات المتنقلة وإنشاء سينما السيارات من خلال أصحاب المشاريع الصغيرة لمدة خمس سنوات المجلس قرر بأن هذا الموقع يتم تخصيصه لمدة خمس سنوات ونعطي مجال الأريحية للصندوق لتشجيع الشباب على مشاريعهم وأيضا تقديم أفكار متعددة ومتنوعة طبعا الأنشطة ليست فقط عربات متنقلة طبعا عربات متنقلة هي أساسية ولكن هناك أيضا أنشطة ترفيهية أخرى وهذا ما نحتاجه الآن في الوقت الحالي في الكويت لأنه عندنا نقص كبير من بعض المشاريع الترفيهية من الأنشطة اللي كانت معروضة اليوم لنا في البرزنتيشن المقدم من الأخوان في الصندوق الوطني رح يكون في منطقة خدمات رح يكون في مضمار للدراجات الهوائية رح يكون في سينما سيارات ميدان للرماية منطقة احتفالات ومهرجانات ألعاب إلكترونية في ممشى في مساحة مخصصة للعربات المتنقلة ومساحة مخصصة لمحلات التجزئة من أصحاب المشاريع الصغيرة أيضا رح يكون في ستيديو للتلفزيون والإذاعة لنقل هذه المهرجانات وهذه الاحتفالات ناقشنا توسعة خاصة في مينة مبارك الكبير وللأسف يعني الإخوان بالمجلس طلبوا تأجيل هذا الموضوع علمنا هذا الموضوع يعتبر موضوع استراتيجي وأمني وكذلك اقتصادي مهم تم تأجيله ويمكن صار للحين فوق الأربعة أشهر خمسة أشهر في أروقة اللجنة الفنية يمكن قلنا احنا داخل الجلسة أنه من غير المعقول أنه مشروع نفس هذا المشروع أنه يتم تأخيرة وفي كل يوم سيكلف الدولة الكثير من المبالغ التي سترتب على هذا التأخير وطالب المجلس بضرورة إيجاد تعديلات مشروطة من خلال اعتماد الأنشطة الترفيهية والرياضية والاستثمارية والتجارية من قبل الجهة المشرفة بالتنسيق مع إدارة المخطط الهيكلي والتنسيق مع جهاز تطوير مدينة الحرير وبوبيان والجزر الخمس المجلس بلدي وافق على طلب صندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في تخصيص أرض تقريبا مليون متر بربع في الصبية خاصة بالأنشطة الموسمية وكذلك لدعم المدعوم بالأنشطة الثقافية والترفيهية والاجتماعية وكذلك دعم مشاريع الشباب الفوتراك والسينما والدور والكثير من الأنشطة الترفيهية بحيث تكون موسم الصبية هذا العام موسم ترفيهي زاخر تمت الموافقة في هذا اليوم ووحيل الطلب للجهاز التنفيذي لتنفيذه على أن يبدأ التنفيذة بداية من الشهر المقبل ووافق المجلس على طلب وزارة الأشغال العامة تخصيص مسار مياه معالجة مغذيا لمنطقة الدوحة وشالهات الدوحة والمدينة الترفيهية ومرافق أخرى كما وافق على تخصيص موقع نقعة الشملان الكائن بالواجهة البحرية لصالح مؤسسة الموانئ الكويتية ووافق المجلس على اقتراح تخفيض قيمة تأمين المخيمات إلى 100 دينار فقط لقناة اي تي في العدالة خالد الفارس حصل التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية السهل على جائزة أفضل مبادرة رقمية حكومية لتجربة العملاء على مستوى الشرق الأوسط للعام الحالي ضمن حفل جوائز المشاريع المستقبلية في المجال التكنولوجي والذي أقيم على هامش أسبوع مؤتمر جيتكس دبي 2021 في الإمارات وذلك لدوره في توفير الخدمات الإلكترونية المقدمة من الجهات الحكومية في الكويت من جانبها أعربت وزيرة الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتورة رانا الفارس عن اعتزازها بفوز السهل بهذه الجائزة التي جاءت بعد مرور شهر واحد فقط على تاريخ بدء المرحلة الأولى للتطبيق الذي تجاوز عدد مستخدميه داخل وخارج الكويت في الشهر الأول 190 ألف مستخدم أوضحت وزارة الخارجية في بيان لها أن الكويت تتابع بقلق واهتمان بالنبالغين تطورات الأحداث في سودان داعية كفة الأطراف إلى تغليب الحكمة وضبط النفس والتهدئة وتجنب تصعيد بما يصون المصالح العليا للسودان ويحفظ أمنه واستقراره ومكتسباته وكانت الخارجية قد دعت المواطنين الكويتيين المتواجدين في السودان إلى اتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن تجمعات واتباع توجيهات السلطات المعنية والتواصل مع سفارة البلاد في الخرطوم وتسجيل أسمائهم وبياناتهم وأهبت بالمواطنين الراغبين بالسفر إلى سودان التريثة وتأجيل سفرهم نظرا للأوضاع التي يشهدها حاليا وشهد السودان اليوم احتجاجات شعبية في الخرطوم ومدن أخرى في عقاب سلسلة اعتقالات طالت رئيس الوزراء وبعض الوزراء والمسؤولين كذلك أعلن لاحقا رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان حل مجلسي السيادة والوزراء وعلان حالة الطوارئ في البلاد بدوره دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو قتيريش ما وصفه بالانقلاب العسكري في السودان داعيا إلى الإفراج الفوري عن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وجميع المسؤولين الآخرين على الفور وضرورة احترام الميثاق الدستوري بالكامل كذلك أعلن البيت الأبيض عن رفضه أفعال الجيش في السودان وقد تفاعل الدول العربية وغربية مع ما يجري في السودان بالدعوة لضبط النفس وتغليب مصلحة الشعب وإطلاق سراح المحتجزين والمحافظة على المكتسبات الوطنية من جديد أهلا بكم تقدمت مدينة الكويت ثمانية مراتب في مؤشر المدن العالمية لعام 2021 لتحتل المرتبة السابعة وثمانين عالمياً وتتناول النسخة الحادية عشر من التقرير الصادر عن شركة كيرن الخاصة بترتيب المدن أترى جائحة كورونا وتدابير احتوائها على مستوى المشاركة العالمية لمائة وست وخمسين مدينة حول العالم نعم ويعتمد التقرير في تقييمه على خمسة أبعاد رئيسية هي النشاط التجاري ورأس المال البشري وتبادل المعلومات والخبر الثقافي والمشاركة السياسية بالإضافة إلى النظر المستقبلية للمدن فيما جاءت الكويت في المركز السادس خليجياً بعد دبي التي حلت بالمرتبة الثالثة والعشرين والدوحة صاحبة المركز الثالث والخمسين والرياض وأبوظبي وجدة أغلقت بورسة الكويت عملاتها اليوم على انخفاض مؤشر السوق العام نقطتين وثلاثة عشر النقطة وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو مائتين وأربعة وخمسين مليون سهم بقيمة اثنين وستين مليون دينار وانخفض مؤشر السوق الرئيسي خمسة نقاط وستة عشر النقطة من خلال كمية أسهم بلغت أربعمائة واثنين واربعين مليون وثمانمائة ألف سهم بقيمة أربعة وثلاثين مليون وسبعمائة ألف دينار كويتية أهلا وسهلا بكم من جديد حقق تسباحة الكويتية لارا داشتي إنجاز لفتا في الرياضة النسائية على الصعيد العربي وذلك بحصولها على المركز الأول والميدالية الذهبية في البطولة العربية للسباحة للمسافات القصيرة خمسة وعشرين متر التي تقام حاليا في أبو ظل نعم وقد أشاد نائب رئيس الاتحاد الكويتي للسباحة حميد الغريب بالإنجاز المشرف الذي حققته اللاعب الواعد داشتي وتحقيقها أول ميدالية ذهبية لسباحة كويتية في تاريخ مشاركات المنتخب في البطولات العربية خسير منتخب الكويت للكريكيت أمام نظره السعودي بنتيجة 146 إلى 149 هدفا في ثاني لقاءته ضمن التصفيات الأسوية النهائية المؤهلة لبطولة العالم للكريكيت التي ستجرى في أستراليا عام 2022 وشهدت المباراة التي أقيمت على ملاعب المدينة الأسوية بالدوحة منافسة قوية وحماسية بين المنتخبين امتدت حتى الدقائق الأخيرة والتي استطاع من خلالها المنتخب السعودي تحقيق الانتصار بفارق ثلاث نقاط وسيقابل منتخب الكويت الخميس المقبل منتخب المالديف فيما سيقابل قطر يوم الجمعة المقبل في هذه التصفيات التي أسندها الاتحاد الدولي للكريكيت إلى قطر وبهذا وصلنا معكم لنهاية نشرتنا لهذا اليوم وقبل ختامي أن نذكركم بإمكانية متابعة أخبارنا عبر حساباتنا على مواقع التواصل الشمعي كما يمكنكم مشاركتنا بآرائكم وقضاياكم عبر إرسال مقاطع فيديو قصيرة على رقم واتساب فقر التفاعلات في أمان الله اشتركوا في القناة